اشتركوا في القناة كأس الكواف في ذهاب الدور التمهدي ايضا تمكن فريقو الكوكب المراكوشي من التغلب على ضيفه فريق القوات المسلحة البوركينبي وبثلاثية نظيفة فريقو مدينة النخيل فتح ببا التسجيل من درب الجزاء في الدقيقة الثالثة عشر عبر البرازل لويس جيفرسون ثم ضعف الغلة اللاعب صلاح الدين العقال مع نهاية الشوط الاول وفي الانفاس الاخيرة من عمر اللقاء السجل الوفد الجديد والد الصبار الهدف الثالث لفريق المدينة الحمراء الاشارة فليقولياب سيجرى في السبع والعشرين من الشهر الجريء وفي ظل انشغالي ثلاثة فرق مغربية بالمنافسات القرية اجريت فعاليات الجولة السادسة عشر من البطولة الاحترافية لاتصالات المغرب منقوصة العداد جولتنا عرفت تسجيل اربعة اهدف فقط وفوزين وكان من ناصب الفرق الزائرة تفاصل الجولة الاولى من محلة الاياب في التقرير التالي بعد اكثر من شهر من التوقف عن المنافسة وما صاحب ذلك من تحضيرات وتزود بما تيسر في سوق الانتقالات الشتوي فرسان البطولة الاحترافية قصه شريط رحلة الاياب بشح تهديفيا وبجرأة كبيرة للزوار على حساب اهل الدار في البيضاء الرجاء ظل وفيا لمسلسل نزيف النقاط كما فعل في الذهاب تعادل ايجابي مع الفتح السباق للتهديف في غياب نجمه باتنى ونقطة يتيمة احسن من لشيء لرجال التوصي في لقاء عرف كيف يتعامل مع تفاصيله رغم افضلية اصحاب الارض والجمهور تعادل اخر لكن من دون اهداف سجل هناك في المدينة العلمية بين المغرب الفاسي وضيفه اتحاد طنجا ثارس البغاز وبمؤازرة الالاف من عشاقه وجد صعوبة كبيرة مع خصم تفوق عليه ذهابا بثنائية نظيفة لكن الاستقرار الفني والاداري منحه اسبب التألق والتأكيد سيكون في قادم الجولات على اقاع البياض انتهت ايضا مباراة المغرب التطواني وضيفه اولمبيك اسفي ليظل الفوز الغائب عقدة الفاريقين التي لم تحل في السنة الحالية مفاجأة الذهاب النادي القنيتري لم يزده توقف البطولة الا اسرارا على مواصلة حصد المزيد من النقاط والعالمة الكاملة الاخيرة كانت من ملعب الدفاع الحسني الجديد بهدف وحيد وثمين وقع السينيغالي عثمان بنجي ليعزز فاريس سابو موقعه في المركز الرابع ويعمق في المقابل جراح فاريس ذكالا في الحسيمة نسجت ضيف حسنية اقادير على نفس المنوال وعاد لقواعده بالنقاط الثلاثة بهدف واحد من امضاء صفيان طلال اعاد به الفريق السوسي لسكة الانتصار واراق الفريق الريفي في المقابل الهزيم الاولى في عهد الربان الجديد فؤاد الصحابي والذي سيحط الرحالة السبت المقبل في طنجة لمنازلة فاريس البوغاز في درب اخر من دربيات الشمال الى الدورية الاوروبية الان والبداية من اسبانيا حيث وصل المتصدر برشلون استعراض عضلته وتغلب على ضيفه سيلتافيغو بستة اهداف مقابل هدف واحد وذلك في لقاء عن الجولة الرابعة والعشرين من الليجاء وفي لقاء عن نفس الجولة تمكن تيتيكو مادريد من العودة بالعلامة الكاملة من ملعب مضيفه خيطفي وبهدف وحيد من توقيع اللعب فرناندو توريس بعد دقيقتين فقط على صافرات البداية الفوز السابع عشر للروخ بلانكوس عزز به رصيده في المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط عن الفريق الكتالوني والذي يملك مباراة مؤجلة عن الجولة السادسة عشر سيجري يوم الأربع المقبل في ديافة فريق سبورتينغ خيخون في الدورية الإجليزي ممتاز لكرة القدم وصل فريق توتينغ هوتسبورت عرضه القوية والآخر وتغلب على مضيفه ماشستر سيتي بهدفين مقابل هدف واحد في لقاء عن الجولة السادسة والعشرين ملحقا به الهزيم الثاني على التولي والسابعة في الموسم الحالي من البريميليغ وفي قمة قمم هذه الجولة تمكن فريق أرسنال من قلب تأخره بهدف إلى فوز بهدفين على ضيفه ليستر سيتي صاحب المركز الأول الفريق الضيف المنتش ببصمه على موسم مثلي سجل هدف السبق في الدقيقة الخامسة والأربعين عن طريق هدفه جيمي فاردي من ضرب الجزاء لكن مع بداية الشوط الثاني تغير إقاع اللعب بعد طرد اللعب داني سيمبسون من ليستر وهو ما سمح للجانرز بتعديل الكفة بواسطة البديل تيو والكوت وهدف الفوز أيضا عبر البديل الآخر داني ويلبيك في الأنفاس الأخيرة من عمر اللقاء ليقلص أرسنال الفارق على ليستر سيتي المتصدر إلى نقطتين فقط وفي البرتغال أمطار نادي سبورتينج لشبون شباك مضيفه ناسونال ماديرا بربعية نظيفة في لقاء عرف تألقا واضحا لدولي الجزائري إسلام سليماني وذلك بتسجيله لثنائية ساهمت في انتصار فارقها ولم يمهل سبورتينج مضيفه ماديرا الكثير من الوقت حيث افتتح سليماني باب التسجيل بعد ثلاث دقائق فقط على صافرة البداية فيما أضاف اللعب أدريين سيلفا الهدف الثاني بعد الاستراحة وتحديدا في الدقيقة الثانية والخمسين عن طريق درب الجزاء في المقابل تكلف اللعب جواوى ماريو بالهدف الثالث فيما أكمل الرباعية الدولية الجزائري إسلام سليماني ليرفع سبورتينج رصده إلى خمس وخمسين نقطة في الصدارة بفارق ثلاث نقاط عن بينفيكا صاحب المركز الثاني والذي وقع في فخ الهزيم مع ضيفه بورتو وبهدفين مقابل هدف واحد في الجولة السادسة والعشرين من الدوري البلجيكي لكرة القدم تغرب نادي أندل لاخترض فيه زولت وارغيم بثلاثية نظيفة وافتتح أصحاب الأرض ببتجيل في الدقيقة الثلاثين بهدف حمل إمضاء اللعب فرانك أشيانبونغ فيما أضاف اللاعب الآخر أليكساندر بوتنر الهدف الثاني في الدقيقة الستين قبل أن يكمل الثلاثية لعب ماتيا سواريز في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء يرفع أندلغت بثالك رصده لإحدى وخمسين نقطة في المركز الثالث وبفارق أربع نقاط عن المتصدر جينت والذي تغلب على فريق مسكر وبهدفين دون مقابل نعود للمغرب حيث اختتمت اليوم بالعاصمة الرباط فعالية النسخة السادسة من السباق الدولي للسيارات والذي جرى على مدى يومين بمشاركة العديد من الأبطال العالميين في هذا النوع الرياضي ويتقدمهما المغربية المهدي بناني ممثل العرب وإفريقيا الوحيد في بطولة العالم للسيارات السياحية كما يشارك أيضا فرنسي سيباستيل لوب بطل العالم تسعة مرات في بطولة العالم للراليات وتندرج هذه النسخة من السباق ضمن بطولة المغرب للرياضات الميكانيكية حيث تعتبر محطة الرباط هي المرحلة الثانية من البطولة وفرصة كبيرة لأنه لا يمكننا أن ترى سيباستيل لوب وفرصة كبيرة لأنه لا يمكننا أن نرى سيباستيل لوب يجب أن يأتي بها وضعوا مصابقة استعراضية ويشاركوا المهدي قبل ما يلعبوا بعد أسبوع عندهم دبابة بطولة العالم هذا يجب أن يجب أنهم حب الترحيم والرياضات الميكانيكية التي تطورت بزاف وفرحنا أنهم جاءوا هنا ودرنا لهم الحفل وكانوا أنهم يصوروا معهم وكانوا مباحة أنهم يقرب لهم الواحد وأخيه هم أبطال عالميين وما يمكن أن يأخذ أوتوغرافة لا يوجد توقيتهم هنا الحمد لله جاءوا وشافوا بأنها ترحيب كبير من ناحية مغاربة ختام الرياضة اليوم شكرا للمتابعة في أمن الله